أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الاستفادة المتلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناع والتسويق والإدارة وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعددين من الوزراء والمسؤولين وفي اجتماع آخر وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري لسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة عالميا اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمود عصمط وزير قطاع الأعمال العام واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطع العام على مستوى الجمهورية تحقيقا للصالح العام وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعات والتسويق والإدارة وذلك بالتكامل مع القطع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول الموقف التنفيذية لمجمع قها وإدفينة للصناعات الغذائية المتطورة فضلا عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية بعد افتتاح مرحلتها الثانية في براير الماضي وفي ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة وتضم العديد من المصنع الإنتاجية التكاملية التي تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصومع الحبوب وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري لسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم والتي تبدل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين نعكاساتها السلبية